تقدم لا يتوقف للجيش الوطني في شرق البيضاء الأنباء الواردة من هناك تؤكد أن الجيش فرض سيطرة شبهة كاملة على مديرية ناطع وأن المعارك تدور فيما تبقى من مديرية نعمان وساط اندحار كبير للميليشيا من مواقعها في هاتين المديريتين شحمد الله تم السيطرة على مركز مديرية ناطع لن يتبقى منها إلا حوالي 2 كيلو متر ولا يفصل بيننا وبين الخط الباصل عن خط بيحان البيضاء القندع اللي حوالي 3 كيلو متر وسوف يتم تطهير هذا المناطق من تبقى إن شاء الله هو المعنويات عالية عند الشباب خاض أفراد اللواء 19 وكتيبة النخبة معارك شرسة على أطراف مديرية ناطع وبالتحديد عند منطقة حذية وتمكنوا من تحريرها وتحرير جبل الغول الاستراتيجي واستكمال تطهير الجبال المطلة على المنطقة والتي تشرف كذلك على منطقة فضحة أولى مناطق مديرية الملاجم الواقعة إلى الغرب من ناطع عشرات القتلى والجرحة وأكثر من مائة أسير من ميليشيا الحوثي الانقلابية ساقطوا في المواجهات التي دارت في منطقة المنقطع في حين استعاد الجيش والمقاومة سيارات عسكرية وأربعين قطعة السلاح كلاشنكوف وأربعة معدلات كانت بحوزة الميليشيا إعلام الجيش الوطني أفاد بأن أفراد كتيبة النخبة ألقوا القفضة على المشرف العام لميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء المدعو أبو طاها وثنين من مرافقيه في موقع النمصة بمنطقة المنقطع وهو الآن يتلقى العلاج في أحد مشافي بيحان من إصابة في رجله ومع كل تقدم للجيش في هذه المناطق تتضاءل الفرص أمام الميليشيا للإبقاء على خطوط الإمداد التي كانت تغذي حربها المستمرة على اليمنيين منذ أكثر من ثلاثة أعوام معارك البيضاء جزء من خطة عسكرية يقول قادة الجيش الوطني إنها تهدف إلى تحرير المحافظة بالكامل من عناصر الميليشيا وهو هدف من شأنه أن يضيق الخناق عليها ويقود إلى تواصل العملية القتالية باتجاه المعقل الرئيس للميليشيا في صنعاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة